تلاجة وايت ويل 18 أدم ريفيو حلقتنا النهاردة معك ودينا في حلقة قوية جدا في قناتكم We Can Do It ازايكم عاملين ايه معاكم نهاردة دينا في حلقة جديدة وريفيو قوي جدا ومنتج تقريبا منتثر ومحدش بيتكلم عنه كتير فمجأة ان ما فيش ريفيوز كتير عنه خالص في الانترنت عندنا نهاردة تلاجة 18 أدم من وايت ويل على فكرة جماعة البراند دينا البراندات القوية جدا واللي بتنفس بقوة على فكرة في سوف المنتجات اللي بتنزلها النهاردة هنتكلم عن التلاجة 18 أدم قدي ايه جميلة جدا جدا التلاجة دي تلاجة والدتي ومتواجدة عندها من اكتر من 11 سنة ولسه سابت نفسها حتى الآن تلاجة أداء عالي جدا كفاءة ممتازة سمارت جدا تصميم بتاعها ديزاين محترم جدا 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 وفيها options كتير قوي هنتكلم عنها النهاردة بإذن الله باستفادة في حلقتنا النهاردة أول حاجة جسم التلاجة زي ما انتو شايفين والبادي الداخلي بتاعها واسع عريض كبير ما شاء الله بيشيل حلو جدا فيها ميزة بقى مش موجودة في تلاجات كتيرة من الحديث اللي طالع دلوقتي إن الرف بتاعها عريض من الأول للأخ ومش رفوف قصيرة ودي ميزة أنا باعتبرها بصراحة أو شايفها أفضل من الرفوف المقسومة زي ما تفتكروا أنا عملت لكم ريفيو قبل كده عن التلاجة الال دي الثمنتاشر أدم العشرين أدم الرفوف بتاعتها أو الادراك بتاعتها يعني من نص مش عريضة من الأول للآخر عندنا هنا زي ما انتو شايفين رف البيض مثلا زي ما أنا حطاه لكم كده التاني في التلاجات الكبيرة دلوقتي في منتجات كتيرة ممكن يكون رف البيض أو درج البيض اللي محطوط بيكفي فقط 8 بدات لكن ده كبير يعني ده مسحته كبيرة هنا عندي أربع أدراج بعرض باب التلاجة بالكامل المساحات اللي ما بينهم حلوة جدا بدرجة أننا ممكن أحط الحاجات العالية زي الأزايز زي الشفاش زي أزايز العصير الحاجات اللي زي كده عندي هنا في الباب أو في جسم التلاجة من الجنب المواصفات بتاعت التلاجة توزيع فتحات الهوى جيدة جدا بتوزع البرودة بدرجة كويسة جدا من أول رف الأخر رف زي ما بعض ما فيش واحد زيادة عن التاني عندي هنا رف الفريزر بيسموه رف الفريزر رف التلاجة بيسموه مسميات كتيرة لحفظ الطعام اللي طالع من الفريزر أو أن أنا أحط فيه عشان يفق جميل بمساحة حلوة جدا الإضاءة الداخلية كويسة جدا بالنسبة للتلاجة النوع الزجاج اللي مصنوع منه التلاجة أو القرف في التلاجة زي أنواع الزجاج اللي مصنوع منها التلاجات الحديثة دلوقتي برغم أن التلاجة بقالها كتير في السوق إلا أنها كويسة جدا في الاستخدام سهل طبعا فكه وتركيبه ما فيه مشكلة خالص ده طبعا من الزجاج ده زي الماتوريال بتاعة التلاجة الالجي اللي كانت كنت أنا عامنا ريفيو عنها تمام بالنسبة للرف ده بيبقى لي باب بس هو الباب بالأسف عندي من زمن الزمن أنا شايلة يعني من أول ما جبتها وأنا شايلة الرف فيه رف كده بيقفل على رف الفريزر أنا بوريكو بالكاميرا من قريب وأنا باتكلم الخامة المستخدمة في الصناعة ودي بتفرق جدا معانا لأن فيه أرفف دلوقتي في تلاجات غالية مش رخيصة بتبقى يعني مش قوية فبالتالي بتتكسر بسرعة ده الدرجة بتاع الحفظ الأطعامة اللي هو الخضروات والحاجات اللي زي كده طبعا عريض وكبير بيشيل كمية كبيرة جدا وفيه نفس الأبشن اللي موجود في التلاجة الالجي اللي هو بيخلي الحاجة بدنا أشيل الرطوبة أو أخلي الهواء يدخل فبكتم الرطوبة خالص عن الخضروات بحيث أن الخضروات ما تكونش مياه فوقيها بالتالي ما تعفنش أو ما تبصش بسرعة تمام؟ شايفين؟ ده أضاقة زيادة في جسم التلاجة من الزرار الجانبي وفيها كمان اللاك بتاع الأطفال أو مفتاح الأطفال ده الثرموسات الخاص بدرجة الحرارة بالنسبة للفريزر وبالنسبة للتلاجة اللي اتنين موجودين في جسم التلاجة اللي بالأسفل وطبعا هنشوف الفريزر طبعا ده بيتضبط على حسب الكاتالوج على حسب الوقت بتاعنا على حسب الصيف أو الشتاء احنا بنحب فيه ناس بتحب صيف شتاء الحاجة ما تبقاش سقعة قوي عشان ما بيحبوش يطلعوها سقعة قوي فدي طبعا حرية شخصية درجات الثرموسات عندي في البرودة من 1 ل 5 زي تلاجات كتير برضو يلا بينا نخش على الفريزر ونشوف بقى الفريزر عامل ازاي الفريزر رفين كبار فيه عمق الفريزر كويس جدا السعر اللي تري بتاعته حلوة قوي درجة توزيع البرودة برضو نظرا للهوايات اللي فوق فتحات الهوا اللي في الظهر حلوة قوي الديزاين عندي انسيابي جميل جدا عندي برضو تورجين بعرض زي الفريزر بقى موجودة في تلاجات كتير الدرجين فقط عندي في باب الفريزر من فوق وعندي الايس ميكر هنا ده طبعا مش ايس ميكر هو ده درج للتالك لحفظ التالك اللي بيتكون من الدرج الدخلية للتالك وده برضو option موجود في التلاجة الالجي فانا بحاول على قد مقدر اعقد لكم شايفين يعني انا بدور كده البكرة بتنزل مكعبات التالك بتتحفز جوا الدرج يعني احنا مثلا في رمضان بعمل فريزر وعدة كوم 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 لحد ما املى الدرج كله بالتالك وبيطلع الدرج بيتفصل لوحده وبيطلع على الصفرة جنب المشروبات بتبقى حاجة جميلة جدا في العزومات ومعاها بقى البكاب بتبقى شكلها لذيذة قوي وظريف انا بحاول وريك كل حاجة من قريب طبعا الرف الدخلي بتاع الفريزر من نفس الخامات المصنعة للتالكة من تحت فيه ناس بتعمل او في بعض المنتجات بتبقى القرفة في الخاصة بالفريزر غير الرف الأخير يلا نرس التالكة ونملاها ونشوف بتشيل بسم الله ما شاء الله مساحة قد ايه مليانة خزينك كله من التالكات اللي لو موجودة عندك هتغنيكي تماما عن الفريزر يارب بيكون ريفيوهنا النهاردة عجبكو من الحاجات اللي بريكماندت جدا من الماركات المحترمة جدا في الاستخدام يارب بيكون ريفيوه نهاردة بتاعنا فاد ناس كتير اللي بتدور على ماركة وايت ويل لو عقبكو الفيديو ياريت تدعمونا بالاشتراك وسبسكرايب لايك شير للفيديو عشان يصلكوا كل جديد شكرا لمتابعتكم احسن ناس thank you